موسيقى لوامع المرصد نصوصها تشهد بأن ما فيها ما قاله أحمد عن مظهر التغيير في عصرنا الموسد وعلمه دين مؤصل مسند برابع الأركان من فقه طاه الجد فقرأ بتحقيق يبدو لك المشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومملانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام أعزاء المشاهدين يطيب لي أن نتواصل عبر هذه الإطلال المتجددة في برنامجكم المرصد النبوي غير كوخ ودمار وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه وفتاة حرة ألبسها التشريد أثواب أمه وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة أين من المسلمون؟ أين من المسلمون؟ عازف يسلبه له صوابه يحسب المجد على ثغر بابه وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه وفقير يسرق اللقمة من ثغر ذبابه أين من المسلمون؟ أين من المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل بالصمت أدفن جوابه أسئلة مسؤولة تتجدد في هذا الوقت من عمر الزمن الزمن الذي تختلط فيه الأوراق ويخون فيه الصادق ويكذب فيه الأمين ما أحوجنا أن نطلع إلى إجابات البصيرة المتصلة بالوحي كتابا وسنة يطيب لي أن أرحب بأستاذنا وشيخنا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور حياكم الله سيدي الله يبارك فيكم ونبتجأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيئ هذه الفرصة طيبة المباركة في هذا اللقاء وبارك الله فيكم وفي فريق الإعداد وفي هذا البرنامج الذي نرجو بإذن الله تعالى أن يعطي إن شاء الله ثماره النافعة المفيدة في هذه المرحلة التي وصفتمها فيما تكلمتم عنه من هذه المقدمة طيبة المباركة الله يبارك فيكم سيدي الناظر في كتبكم وماشاء الله يعني نتاج فيه نوع من الزخم والتنوع وربما نعرض للمجالات التي كانت فيها الكتابة إلا أنه الذي لفت انتباهي في أبرز كتاباتكم هو البدء بالمطلع النبوي والمطلع الأبوي وشاهد الحال كيف لنا أن نفهم يعني هذه الخصوصية والتفرد والتميز في كتاباتكم الحقيقة أن ما سميتمه بالتميز أو التفرد هو يرجع إلى الزمن وإلى المرحلة وإلى العصر وإلى عمق القراءة التي اضطررنا بالطبع أن نصل إليها من خلال الواقع الذي نعيش من خلال ما نقرأ من خلال ما نسمع من خلال ما يحتدم بين المسلمين من نماذق الصراعات المتنوعة التي تعيشها أمة لا إله إلا الله في هذه المرحلة وفي هذا العصر رأينا أننا نبدأ بكتابة تربط للقارئ أو تربط المطالع بالأصول فلذلك مدخلنا في كل الكتب في الغالب أن نبدأ بالمطلع القرآني والمطلع القرآني هو تأصيل شرعي لأن يكون هذا الكتاب أصلاً في ذاته مربوط بكتاب الله ثم المطلع النبوي بحيث أنه يكون القارئ يتابع ما هو الدلالة التي يريد صاحب الكتاب أو المؤلف فأن يشير إليها من خلال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ثم المطلع الأبوي وهو غالباً المطلع الأبوي يكون حول الموضوع فقد يكون الموضوع متعلق بالإسلام عامة وحين يكون بمرحلة من مراحل الصحابة وحين يكون بمرحلة مراحل آل البيت وحين يكون مرحلة مراحل المدارس المعاصرة فلابد يكون المطلع الأبوي يتحدث حول هذه المسألة بذاتها ثم يتي شاهد الحال شاهد الحال القراءة الجديدة التي تنبثق من دراسة فقه التحولات بالذات حول ما يتعلق بشأن المرحلة والزمن والموضوع الذي يراد الكلام فيها أو الحديث عنه بالطبع هذه هو المواضيع ثم نلحق أحياناً بالإهداء والإهداء نهديه إلى من نريد أن توصل إليه الفكرة في هذا العصر وفي هذا الزمن بالطبع المشتبك المرتبك سيدي الذي ينظر في كتاباتكم ويتابع دروسكم ومجالسكم سواء الخاصة أو العامة منها يجد أن ثمت مفاهيم ولعلنا نعرض لها في الحلقات عبر برنامج المرصد النبوي لوامع المرصد نصوصها تشهد بأن ما فيها ما قاله أحمد تكتبون في علم الساعة وفق التحولات النمط الأوسط وسنة المواقف لكم كتابات متعددة في التراجم وكما قالوا أمران يرفعان الإنسان القراءة في التراجم والقراءة في المعاجم فكيف لكم يعني معجمكم الخاص وجهاز المفاهيم وهذه تراجم المدارس الذوقية ومدارس العلماء ثم كذلك لكم كتابات في المناسبات والحوليات كنت أطالع اليوم لكم منظومة الحلة السياراء في أخبار السيدة الحميراء عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأمثالها من المناسبات كأني بهذه الكتابات كلها على اختلافاتها وتبايناتها إلا أنه ثمت جامع لها يشدها ألا وهو اللغة وكأننا نشهد تجديد لغة دعوة وأنتم دعوتم إلى مثل هذا التجديد أريد أن أسأل ما الحاجة في هذا الزمن وهذا العصر إلى تجديد لغة الدعوة وما هي المسوغات برأيكم كما تعلم أن كل شيء في هذا الوجود يموت ويفنأ ويشيخ نعم ودائماً القرآن والسنة لا تموت ولا تفنأ ولا تشيخ لأنها القرآن من عند الله والسنة من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فيصعب جداً علينا أن نخاطب العالم أو نخاطب بعضنا البعض أو نخاطب الأمة في تحولاتها وتطورات أزمنتها وتغيراتها وما تصل إليه من حضارة وما تصل إليه من وعي وما تصل إليه من مفاهيم إلا من أن نقدد لغة القرآن ولغة السنة في الشعوب لأنه حتى لغة الذوق مثلا أحيانا أو لغة المذهب أحيانا قد تموت بحكم الصراع الدائر بين من لا يحب هذه الفكرة أو لا يمين الفكرة الأخرى فصارت تقديد لغة القرآن ولغة السنة تحت ضابط شرعي وهو عادة ترتيب قراءة حديث أم السنة بالطبع هذا كان هو المدخل لأجل أن نقدد مفهوم القراءة ويتقدد الأسلوب وعندكم في كثير من المؤلفات حول هذا الموضوع أن من وظائف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لغة القرآن ولغة السنة لغة عالمية اللغة العالمية بمعنى أنها في كل زمان وفي كل عصر هي تمد وهي تعطي وهي التي يستطيع من خلالها العالم أو الباحث أو المفكر أو الأصولي أو غير ذلك أن يجد القدرة على إقناع المستمع على مخاطبة من يؤثر عليه الخطاب لذلك صارت قضية اللفظ القديد الذي تسمعونه هو بسبب إعادة اللحمة إلى الركن الرابع من أركان الدين لغة الركن الرابع هي اللغة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعامل مساعد عند الحاجة يعني بمعنى أن هناك لغة إسلام ولغة إيمان ولغة إحسان وبقيت لغة واحدة وهي لغة العلم بعلامات الساعة العلم بعلامات الساعة ربما يكون في تلك الأزمنة والعصور لا يحتاجون للخوض فيها لأنهم في مرحلة بناء وعلمات الساعة كأنها تتناول مسائل متعلقة بالهدم فعندما وصلنا إلى الهدم وصلنا الآن إلى متناقضات وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه صار من الضرورة بمكان أن نجمع بين الثوابت وبين المتغيرات حتى تتقدد اللغة أي بمعنى تتقدد لغة الدعوة إلى الله وكل ما تتكلم عنه مثلا من الكتب المتعلقة بالمناسبات المتعلقة بالحوليات المتعلقة مثلا بالشرح المعروف لحياة الأمم لحياة الشعوب إنما يعود في تقديد لغة الدعوة إلى الله ولازمنا نحتاج إلى من يقدد مسألة المحافظة على الأصول لأن فقه التحولات له وظيفتين الوظيفة الأولى هي سناد علم الأصول وكذلك صيانته وكذلك تقديد لغة الدعوة إلى الله نحن الآن نعيش عصر متطور يعني علم الأصول ما يتعلق بمثلا عبادات الإنسان المرتبطة بجانب الإسلام الثوابت الثوابت الإيمان والقضايا المتعلقة بالغيبيات أولا العقائد العقائد ثم بعد ذلك الشريعة الأحكام الشريعة ثم مراتب السلوك السلوك هذه الثلاثة نسميها الأصول نسميها الأصول ونسميها علم الثوابت الثوابت هذه لغتها في هذا العصر وفي هذا الزمن تكاد أن تكون حصلت عند طالب العلم نعم المتخصص فيها نعم أما بقية الأمة التي تعيش هذه المرحلة الإعلامية وما تراها من الصور الأفلامية وأشباه وأمثال يكاد أن يكون ملو الحديث والحوار في هذا الجانب المتابع على حتى طلبت العلم ضمن المدارس والجامعات نعم لم يعد عندهم الإحساس بمفهوم الثوابت إذن فيه هناك شيء وضعه الإسلام وهو صيانة الثوابت بعلم المتغيرات علم المتغيرات هو علم علامات الساعة هو علم متكامل لكنه لا زال مادة خامة لم تفعل في حياة الشعوب في حياة الأمم فلابد من الدخول إلى هذا العلم بالذات لأجل أن نتعرف كيف نعالج الفشل كيف نعالج الاختلاف كيف نعالج الظروف التي مرت على العالم العربي والإسلامي في زعزعة الثوابت عن طريق دراسة علم المتغيرات لأنه الآن كثير من العلماء يناقش قضايا المتغيرات بعلم الثوابت نعم فلا يدري أحيانا ببعض الأمور الخاصة التي كما ترون الآن في لفظة المرصد النبوي نعم في قراءته في علاقة الأمة الإسلامية بعلاقتها بالعالم الآخر بعلاقتها ببعضها البعض كل هذه الأمور تفككت على مدى زمن طويل باهتمام المسلمين فقط بالثوابت دون البحث عن الصيانة بالطبع نحن نعلم أن أي شركة تكون في أي زمن من الأزمان نعم عرفت لابد لهذه الشركة إذا كانت سيارات أو كانت مواد معينة يكون لها قسم صيانة صحيح والإسلام عندما جاء الإيمان والإحسان له قسم صيانة هو في علم المتغيرات التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتبع هذا العلم عندما تظهر المتغيرات مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا لاحظنا في تغير نعم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى المتبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراء برأيه فعليك بخوصة نفسك فإن من ورائكم أياما القابض على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجروا خمسين قالوا منا أو منهم قال منكم كل هذا التفصيل ينقلنا من عصر النبوة عصر الثوابت عصر علم العصول عصر التدوين عصر المراحل التي كان فيها الجهاد في سبيل الله قائم على الضوابط إلى العصول التي حصل فيها الخلال التي حصلت فيها الانتكاسة التي حصل فيها الضعف بالطبع هذه مراحل متنوعة آخرها المرحلة الغثائية التي نحن الآن نعيشها فلن نستطيع أن نعرف كيف نعالج القضية في المرحلة الغثائية وما تكلم عنه سيد الملة إلا من خلال الدخول إلى مسألة المتغيرات وتفصيلها وتحليلها حتى نستطيع أن نصون أولا علم الأصول الذي خدمه العلماء في المداهب يعني أبرز مسوقات لتجديد لغة الدعوة أولا صيانة الأصول في الإسلام والإيمان والإحسان تأكيد ثوابتنا ثم تجديد نفس اللغة لمعالجة الخلل الواقع في الحياة نعم طيب سيدي حقيقة وأنا أنظر في سيرتكم الذاتية وجدت أمر غريب عجيب أنكم تجمعون بين التلقي عن المشيخة طريقة السند المتصل وجثو الركب عند العلماء وأخذ السند المسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العلوم والفهوم ومن جهة أخرى يعني أنتم تحملون دكتوراه فخرية من جامعة عدن ولكم نصيب من الدراسة الأكاديمية سواء في المدارس العصرية أو في الجامعات من جهة وأنا أعتبرها ثلاث أضلاع لديكم يعني بمدرسة تتلقي عن الشيوخ فهم للوحي من طريق الوراثة الذي يراكم يرى وراثة محمدية نبوية وراثة مشيخة شيخ عن شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقية قوم قد مضوا وخلفتهم هم خلفوكم في الحما بعدما ساروا ومن جهة نرى أمامنا فهم للواقع وهذا أشبه بالمفكر الإسلامي الذي ينظر في علل الواقع وفي تركيباته ومن جهة ثالثة وهو ظلع المثلث الذي يكتمل به أنتم يعني تمارسون وتداولون شأن التربية موجه عام للأربطة الإسلامية تشرفون على مركز دراسات لعادة تأصيل البناء السلوكي والذوقي يعني هذه الجمع في هذه الشخصية حقيقة يجعلني أتساءل لو رجع بكم الزمان لو استقبلتم من أمركم ما استدبرتم والله يمتعنا بعافيتكم وعمركم علماء الأمة وصلحاءها ما الطريق الذي تختاره ضمن هذه المعالم بالطبع الإنسان في هذا الوجود لا يستطيع أن يرسم حاضر ولا يستطيع أن يرسم مستقبل كما أنه لا يستطيع أن يخترق الماضي إلا بإرادة الله فالذي أشناه هي المعاناة المعاناة المرحلية التي عشناها بالطبع في أرض اليمن هي التي أولدت أو قدت مثل هذا الأمر الحقيقة كانت دراستنا أبوية في بيوتنا وفي مساجدنا مع والدنا ومع أشياخنا الذي ذكرتموهم وتعودنا نحن على القراءة في كتب الصفرة وكما تسمى وتعودنا على المجالس مجالس العلم ومجالس تسموه اليوم المدارس التقليدية نفس المدارس الأبوية كما نسميها هي التي كانت على الطريقة القديمة هذه التي ألفناها وعرفناها إلى أن تزوجت وأنا على هذا الترتيب بين يدي والدي وبالطبع والدي له نصي من الدراسة العصرية في التدريس لكن هو درس على الطريقة القديمة لكن كان مدرسا ومشرفا على التعليم ومرتبطا بمنهج السلف الصالح لكن كنت أرى من خلال معايشتي معه في المراحل التي عشناها كنت أعاني أرى فيه الإنهاك والتعب والتحمل بالأمة لأنه كان مشغولا بالدعوة إلى الله أيضا مشغولا بالتعليم في المدارس ومتعليقاتها التي كان مربوطا بها وكانت له تأوهات خاصة في نفسه لما يرى مثلا أولاده ويرى أسرته كيف يميلون إلى الواقع المعاصر ويتخلفون عن الواجبات التي هو يريدها هذه المراحل أوقدت عندنا معاناة معينة أين الحق؟ ثم كنا نسمع من داخل المدارس من داخل المجتمع من داخل الأبواق من يشتم هذا الرجل ومواقفه وعلمه بل مدرسته بل تاريخه إلى حد أن الإنسان لم يعيش هذه التناقضات كنا نريد أن نبحث هل هذا المنهج الذي يسلكون هؤلاء الصالحين هو منهج سلامة؟ هو منهج حقيقة؟ أو ما نسمعه من الجانب الآخر سواء في الإعلام أو الثقافة المعاصرة أو ما نقرأ في الصحف أو ما نسمع عن أهل السياسة أو ما نسمع عن الأفكار المستوردة المتنوعة هي المعالجة وهي الحل وهي الأصل هذه أولدت عندنا هذه المعاني ومرنا بعدة مراحل كانت المرحلة الأولى بين يدي الوالد ثم لما تغيرت الظروف وخرج الوالد من البلد إلى الحجاز وسكن فيها عشنا مرحلة أخرى ومن صعوبة المراحل هذه أننا وقفنا عن العمل الذي كنا نؤديه أنا كنت مدرس قالوا هل لديك شهادة الجوانب الرسمية هل لديك شهادة ما كانت عندي شهادة رسمية كان عندي العلم الأبوي الذي كان يتلقى في المجالس فقالوا لي يتوقف مرتبك ويتوقف عملك حتى تهيئ نفسك شهادة هناك كان برز نوع من التحدي فكنت أقول أي شيء تريدو أن تفهموه هناك شكم فيه قالوا لا نعرفك إلا بشهادتك هذه الشهادة التي تحملها نحن نعترف بك غير هذا ما نعترف لا بالكلام ولا بالمعرفة ولا بالخطاب الجمعية ولا بالمناقشة الحوارية هذه شهادة بالطبع هذه كانت سبب في تحريط الدخول في ميدان الدراسة الأكاديمية الدراسة الأكاديمية بالطبع دخلنا الدراسة الأكاديمية في المتوسطة كما كانت سابقة ثم الثانوية ثم الجامعة فالحمد لله ما كان مجال درستكم في الجامعة مولانا؟ كان الجانب اللغوي وعلوم الأدب من هنا نجد عندكم غزارة حتى في الأشعار والكتابات المرضمات وكذلك دخلنا إلى شيء من علم النفس هذه كلها الأمور التي احتويناها في مرحلة أربع سنوات أو خمس سنوات في الدراسة الجامعية بالطبع وكانت دراسة ليلية باعتبار أن الدراسة الصباحة الرسمية ونحن كنا ندرس مع مجموعة أخرى في المساء ومرنا على المراحل كلها بالحمد لله وخرجنا بفائدة كبيرة لأمرين أن ما دخلنا من أجل الطلب لا ما دخلنا من أجل الطلب للبحث عن الطلب ولكن دخلنا من أجل أن نتعرف على هذه العقدة التي لا يقبلوك إلا بها وهو أن تكون لديك شهادة فدخلنا فوقدنا علم غزير ووقدنا مفاهيم تحت استحقى الدراسة والتفكيك وعادة التركيب فارتبط عندنا بعد ذلك العلم الأبوي الذي أخذنا عن مشايخنا وعن والدنا بالعلم الأكاديمي ووقدنا أنه بالإمكان يعادة تركيب العلم الأكاديمي ليصبح عامل مساعد للعلم الشرعي نعم نستأذنكم سيدي نتوقف مع فاصل أحبتي فاصل ثم نواصل عدنا والعود أحمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد قبل الفاصل سيدي كنت أسألكم عن سر الازدواج بين التلقي المشيخي في المدارس الأصيلة وعبرتم عنها بمدرسة الأبوية أب عن أب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدراسة الأكاديمية وذكرتم أن باعثكم في هذه الدراسة كان أمرين أولا عدم وجود الطلب وإنما هو شرط الواقع أو طبيعة المرحلة من تحولكم من اليمن إلى الحجاز والأمر الثاني الأمر الثاني أن ظهرت التحدي في العصر نعم بحيث أن علمك الأبوي لا يعطيك مجال أن تكون صاحب وجه اعتباري في المجتمع كان لابد إذن من الدراسة الأكاديمية وكأننا كنا معها على قدر لأن الدراسة الأكاديمية هي التي فتحت لنا الآفاغ الأخرى التي ما كنا نعرفها في حياتنا الأبوية ولا في حياة الدراسة التقليدية فدخلنا في مرحلة بالطبع كانت شوي فيها حرق في اليمن وهي المرحلة التي كانت فيها الدعوة المادية الحادية على كمتها وعلى شدتها في ذلك العصر وكانت تعد أظن بحسب سماعي ومطالعتي في تاريخ المرحلة أن عدم كانت تعد حاضرة في العالم العربي والإسلامي وربما كان فيها اشتباك للأفكار المختلفة هي مشتل الأفكار ومحلة الاستعمار ومحلة الاستهتار ومحلة الاستثمار مواقع التي يصعب علينا التعامل معها والتداخل فيها من هنا بدأنا دراسة الواقع الأكاديمي ذاته مكوناته أسبابه أساليبه مخرجاته ونحن داخل ضمن المدرسة لأنه أنا دخلت التعليم الأكاديمي والسني ولله الحمد أكثر فوق الثلاثين نشاهد أيوة نعم دراسة أشبا ما تكون بالدراسة الإضافية وليست دراسة منتظمة من البداية من الصغر ولهذا كانت القراءة للواقع أكوى ولاحظنا كثير من الأفكار الخطيرة التي بالطبع هدفها تدمير الإسلام هدفها تدمير الأسرة هدفها إضاءة توحيد الأمة ملاحظ هذا حتى فيما كان يلقى من المحاضرات فيما كان من المناقشات فيما جرى بيني وبين بعض المدرسين والأكاديميين الكبار الذين كانت لهم أفكار شبهة الحادية وعرفوا موقعي الأبوي وعرفوا مدرسة كنت تتعرضوا معهم لمناقشاته نتناقش في بعض الأمور فبالطبع هذا أوجد نوع من التحدي الذي يلزمنا أن نتعرف على أمرين الضعف الموجود في مدرستنا وفي منهجنا الإسلامي وكذلك على مواقع القوة التي لديهم التي يمكن أن يستفاد منها ومواقع الضعف التي ينطلق منها فهذا كان عام المساعد على القراءة التي أوجدت عندنا هذا كما سميته الأضلاع الثلاثة التي بها ولله الحمد استوعبنا الموضوع من أساسه ومباشرة بعد تفرق خروجنا من الدراسة الأكاديمية وفرغنا منها بدأت في الكتابة والتأليف وكان أول كتاب أذكر أني جمعته في تلك المرحلة سياحة نفسية في رسائل أمم الغزالي كانت عبارة عن أول مقارنة بين هذا الواقع العصري وبين الجانب الشرعي الذي يتكلم عنه أهل الله ويتكلم عنه رجال المدارس الذي أخذنا عنهم السند والتقليد الأبوي والأداب والقيم والأخلاق بينما نجد داخل هذه المواقع الأكاديمية بالعكس هو دعوة ليست لأخلاق ولا لأداب ولا لقيم إلا إن كان الإنسان هو بذاته متمسك وأما أبواب الفشل وأبواب الوقوع في كثير من المنهيات تكاد أن تكون متيسرة وسهلة الوصول إليها ما السبب في اختيار شخصية الإمام الغزالي؟ الإمام الغزالي أعتقد أننا تأثرت بحكم البداية التي كنت فيها في القراءة في كتب إمام الغزالي وخاصة كتاب المنقذ من الضلال لأنه تكلم عن نفسه بأنه دخل مع كل ذي رؤية مع كل ذي فكرة مع كل ذي فلسفة حتى استخلص من هذه المسألة أمر معين وهو أنه أعاد لنا ترتيب الإسلام في كتاب الإحياء وأعاد لنا كتاب منهج العابدين وأعاد أيها الولد وأعاد كتاب بذات الهداية لأعادة ترتيب الوعي الإسلامي أما الكتاب والسنة هو الأصل لكنه أعادة ترتيب ضمن المرحلة وستقيد في مقدمة الإحياء لما يتكلم الإنسان تقرأ مقدمة الإحياء هو يوجه الكلام للعلماء يوجه الكلام للقادة يوجه الكلام لرجال المرحلة يوجه الكلام لمن عاصرهم وعايشهم وليست المسألة مسألة أمر فضفاض يتكلم فيه عن الدين هكذا بالعموم ولكن يتكلم عن معالقة المرحلة وعن الأدوال التي رأهاها وعاش فيها ولهذا في المنقذ من الضلال من ضمن الرسائل تكلم عن هذه المسألة التي وصل إليها وصادف عندي هذا الإحساس أن هناك نوع من التشابه وإن كان الفارق كبير بين ذاك الإمام وبين مثلي وشبهي لكن وجدت نصيم من المعرفة وبدأت أخوض هذه المسألة وكتبت هذه السياحة النفسية وحتى كتبت فيها نفس الإهداء لسيد الوالد لأن عرفنا هذا الطريق من خلاله ومن أدبه ومن حسن صبره ومن حسن معاملة لنا وكيف كان يكررنا عندما يرانا مثلا نميل إلى الجانب الآخر نميل إلى ما تأتي به الأصوات والأبواق وكيف كان يردنا حين بالجميل وحين قد يكون حتى بالقوة والصميل في سبيل الالتزام إلى هذا المنهج فكان هذا سبب في إيجاد كيف نعمل نوع من التحاور بين المدرسة الأبوية القديمة وبين المدرسة الأكاديمية الحديثة وبرز هذا بعد ذلك في التطبيقات والمشاريع التي نحن بعد ذلك قمنا بها فيما بعد من الأربطة من الكتابة من القواسم المشتركة والكلام عن جمع الأمة والاعتصام بكواسم الدين الذي تجمع الأمة وغير ذلك من الأفكار التي أودعناها كثير من الكتب والعلم من ثمرات هذا ما وجدنا في مشروعكم وهو رصد الواقع ضمن القراءة المستندة إلى الوحيين أنا كنت أريد أن أسأل في موضوع المرصد النبوي وهو رصد وقراءة للتاريخ والحاضر والمستقبل وجدت في بعض تقارير المرصد النبوي وربما هي مقالات جمعت في السنتين الأخرتين من كلامكم سيدي أنكم ذكرتم عبارة يعني أود أن نتوقف عندها قلتم أن المرصد النبوي إذا أردنا أن ننجزه على أتم وجه وأن يكون رصد وقراءة للتاريخ والحاضر والمستقبل لابد أن يكون هناك نظرة إلى عالم الأزل وعبرتم عنها بأن هذا يقابل علم السوابق وأن يكون هناك نظرة إلى عالم الأجل وهذا يقابل علم الخواتيم ثم ذكرتم ضابط مع ضابط النصوص وإقامة الأسباب كيف اليوم ونحن ننطلق الآن في أولى حلقات برنامجنا المرصد النبوي كيف لنا أن نفهم موضوع الأزل والأجل والسوابق والخواتيم مع النصوص والأسباب طبع لفظة المرصد النبوي جاءت من رحم المشاكل التي عشناها في السنوات الأخيرة والتي عاشها العالم العربي والإسلامي كله وعندما سمي بهذا الاسم نتيجة الدائر في الواقع العربي والإسلامي بمسمى المراصد فتجد أن هناك مسميات مراصد معينة تتكلم بشكل وآخر وتعبر بجانب إعلامي فرأينا أن هناك مرصد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من المراصد الإعلامية وإن كانت المراصد الإعلامية تؤدي دور وصف الحدث تؤدي دور وصف الحدث نعم فكل مرصد يتكلم بالواقع الذي يدور وبالطبع له مآخذة وله محاسنة وله من يستثمر فيه أو يدفعه وله من يستثمر فيه وله من يدفع فيه وسياسته المعروفة لكن عندما نظرنا أن الواقع هذا الذي نعيشه وبالطبع هذا الكلام كان ثمرة من ثمرة الدراسة الواعية لمسألة الأركان الأربعة متمعة لمتفرقة لأن كل هذه المسائل التي نتكلم فيها من خلال هذا الموضوع إنما هو يرجع إلى العلم المتعلق بمفهوم فقه التحولات أو علم المتغيرات أو ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة هذه سنخصص لها يعني بعض التلقات فكان هذا فرع من الفروع لأن هذا المرصد نوع من أنواع يسمى علم التطبيقات عندنا علم كواعد وهي العلوم العلم المتعلق بتفصيل هيكلة علوم الساعة ثم بعد ذلك علوم التطبيقات فالمرصد النبوي نوع من أنواع العلوم التطبيقية التي نطبق فيها علم الساعة وأحاديث النبي محمد على الواقع الواقع الموجود على الواقع الموجود فهذه هي القراءة التي أوجدت أو أولدت فكرة المرصد النبوي وكان من خلال هذه القراءة النظر أولا إلى الواقع ثم الربط بين الواقع وبين الأحاديث الشرعية النبوية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المدلولات الخاصة بعلامات الساعة وبما نسميها بمضلات الفتن وبالطبع هذه للأسف لا تقرأ ولا تفهم عند كثير من المسلمين مع أنها أصل في هذه المتابعة فمثلا عندما ننظر في ولو كان حتى بعض الأحاديث ضعيفة أو بعض الأحاديث متكلم فيها لكن أحيانا كما قال بعض العلماء أن الواقع يؤكدها والواقع يؤيدها فرأينا أن المرصد النبوي يساعد كفكرة تطبيقية للربط بين النص الشرعي وبين الواقع المعاش كمخرج للإنسان الواعي الذي يريد أن يقرأ فسيجد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عاش المرحلة يعني معنا لم يعيش هذه المرحلة التي نحن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عاش في علامات الساعة كل المراحل من عندي قوله بعثت أنا والساعة كهاتين فهو عاش المرحلة بعمومها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هو بذاته برسالته بدعوته آخر ملحظ آخر منهج في تاريخ الساعة وفي تاريخ علاماتها في تاريخ الأمم والأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدت أنا والساعة كهاتين فرسالة النبي هي مسؤولة بالأركان الأربعة بالإسلام والإيمان والإحسان لإقامة الثوابت التي أقامها من سبق ثم هو جددها صلى الله عليه وسلم ثم أيضا كان مسؤول عن الرصد الحقيقي لكل المتغيرات التي أخطى فيها اليهود والتي أخطى فيها النصارى والتي أخطأت فيها الأمم السابقة والتي ستخطي فيها أمة محمد وكيف ستتبع الأمم من طريقة أخرى كل هذا رصده وضعه في العلم في علامات الساعة أي في علم المتغيرات فعلم المتغيرات هو الذي سيساعد على معرفة الخلل الذي حل في أمة محمد ثم سيبين كما قال الله في القناة ولا تعرف أنهم في لحن القول من خلال هذا العلم تستطيع أن تعرف المتكلم ماذا يريد أن يقول هل هو مربوط بمنهج الرصد الشرعي أم هو مربوط بمنهج الرصد الوضعي هناك رصد شرعي رصد شرعي ورصد وضعي الرصد الشرعي أنك تقول قال رسول الله قال الله تعالى إذن هذا رصد شرعي ثم إذا تريد أن تفصل الواقع على هذا الرصد لابد أن يكون هناك رابط معين بين الكلمة التي يشير إليها النبي وبين الواقع من خلال دراسته هذا الفقه وأما الرصد الوضعي هو نقل الحدث كما هو أو الكلام عن تقارير الخبراء أو الكلام عن تقارير المفكرين أو الكلام عن تقارير رجال السياسة فهذا رصد لكنه رصد عقلاني وضعي لا يتعدى الحدث والساعة والوقت الذي هو فيه أما الرصد الشرعي أن النبي يتكلم عن ألف سنة يتكلم عن الربيع العربي يتكلم عن الاستعمار يتكلم عن مرحلة الاستثمار يتكلم عن مرحلة الاستنفار يتكلم عن مرحلة تخلي الأمة الإسلامية عن دينها يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة خطيرة يقول فيها يقول أمر الأمة فيها إلى الكفر سيدنا سأذنكم يعني أود أن أسأل سؤال ربما يعني كثير من من يتابعنا الآن ويشاهدنا يعني يخطر في باله هل يعتقد مفكرنا الحبيب أبو بكر المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لم يرتحل إلى الرفيق الأعلى إلا وهو يعني لا أقول الإدراك هذا تعليم رباني لكن هل هو فعلا يعني خلف وورث في الأمة معالم ومفاصل وحركة الأمة إلى قيام الساعة نعم بهذه المراحل بهذه المراحل بتفصيلها بتعليلها وليس فقط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كلام الإمام علي بن نبي طالب نعم وهو يتكلم ويقول سلوني قبل أن تفقدوني ثم يشير إلى أنه ما من أمر يدور في هذا العالم وفي هذا الوجود إلى قيام الساعة إلا وعنده منه علم وهل هذا يجده الناس يعني يعني متناثر هذا العلم يعني نجده في النصوص موجود في النصوص هي علوم موجودة ومبثوثة وقزا الله خير الذين جمعوا لنا في عصر التدوين جملة الأحاديث بل عندما ندخل إلى الصحاح لو دخلنا إلى صحاح الإمام البخاري لو دخلنا إلى صحاح الإمام مسلم سنجد جملة من الأحاديث الصحيحة التي تتكلم عن هذه المسائل بوضوح اللهم أن العلماء لم يفصلوها ولم يعطوها المجال كما عطوه علم الإسلام وفصلوا وقعدوا وضوبوا حتى وضعوا له المصطلحات مثل ما فعل الجورجاني في كتابه المصطلحات لأن الآن لو سألنا هاتلي مصطلح واحد مخدوم من مصطلحات العلم بعلامة السعف العالم العربي والإسلامي إذا قلت ما هو الوهن عرفوا لي الوهن نحن نحفظ الحديث أنه داء الأمم من قبلنا فقط لكن عرفوا لنا مثل ما عرفوا العلوم الأخرى هذا علم هذا كلام النبي محمد إذن عندما تكلم عن أكلة القصعة صلى الله عليه وسلم يشيكوا أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة على قصعتها كل لفظة من كلمات النبي تحتاج إلى مصطلح وفي رواية تداعي يعني كأن تدرم أو بمعنى آخر كل هذه الألفاظ تدخل تحت مفهوم العلم بعلمات السعى العلم بعلمات السعى موجود مبسوط في الكتب مليئة الكتب لكن لم تقعد لم تهيكل لم تنظم لم تبرمج فلذلك لا زال هذا العلم مادة خامة كما يقولون يحتاج إلى عادة نظر ثم هذه المادة الخامة النافعة المفيدة ستساعدنا على الترمين بديل أن نأتي بأفكار الآخرين أو حين أن ننقل أفكار المستشرقين أو نطبق الأفكار التي وضعها أعداءنا على بعضنا البعض فننازع بعضنا البعض كما ترى الآن في الصراع بين المدارس الإسلامية المؤدية إلى إشاعة الذنب والمؤدية إلى إساحة الدم نتيجة دخول التحريش دخول المنافسة دخول الشيطان الشيطان له دور ليس بالبسيط في حياة الشعوب وحياة الأمم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهذا كلام واضح أن الشيطان له دور في العالم يريد أن يجرجر الشعوب إلى النار فلذلك نرجع من أين نعرف هذا؟ نعرفه من علم المتغيرات علم المتغيرات يشرح لنا بوضوح بالطبع مع التأني مع التأمن مع حسن الدراسة مع حسن المتابعة وليس مثلا يمسك الإنسان كتاب علم المتغيرات من أول إلى آخر عشان يشوف إيش اللي قاله النبي ما بيصل إلى شيء لكن يأخذه كقواعد أولا بحيث أنه يعرف كيف يدخل إلى هذا العلم من حديث جبريل لأن هذا الحديث مجمع عليه عند علماء الأصول أنه علم أم السنة نحن سيدي إن شاء الله ومن يتابعنا سنكون معكم حلقة حلقة في المرصد النبوي حتى نقف على معالم هذا العلم وتفاصيل هذا الفقه وشؤون هذه التحولات لكن نحن معنا يعني دقيقتين نختم فيها الحلقة بقي سؤال في النفس فضلا عندما أقرأ القرآن أجد كلمة المرصد جاءت في تعبير عجيب ألا وهو وما يجد له شهابا رصد يعني أنه الجن كانوا يسمعوا أخبار السماء والآن اللي بيجلس منهم يسمع سيأتيه شهاب رصد فهل نحن يعني تعبيرنا بالمرصد النبوي مساوق موافق لتعبير المدرسة أم أنه اللفظ يحمل معنى سلبي وبنفس المدلول الذي أشارت إليه الآية باعتبار الآية تتكلم عن موضوع عالمي يعني بمعنى الكون نعم ترتيب العالم الكوني كله فالحق سبحانه وتعالى جعل في هذا الوجود في هذا العالم من الشهب الراصدة للشياطين حتى تفسد عليهم ما أخذوه أو ما فعلوه أو ما يوصلوا إلى الإنسان فمهمة المرصد النبوي تعطي نفس المدلول بمعنى معين أن المرصد النبوي ينقل الشعوب عندما تقرأ وعندما تتابع هذا المرصد من ألفاظ الناس العقلانية الوضعية المبنية على الأحداث التي تدور إلى من تكلم عن الأحداث وعن توصيفها كيف تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال منظاره المعنوي الذي تكلم فيه عن مرحلة الغثاء ثم ما هي تفصيلاتها وتبويباتها من خلال كلام النبوة لا من خلال التصورات الذاتية لا من خلال فهمي أو اجتهادي الذاتي لكن من خلال النص ثم النص هذا كسبب من أسباب النظر إلى ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أدب في أدب لنقل النص كثير من إخواني الذي كتبوا في علامات الساعة للأسف بعضهم من استعقلوا حدد الزمان وبعضهم من استعقلوا حدد الأفراد فربما أطلق لفظة أنه عام كذا سيكون كذا أن فلان ينتمي إلى السفيانية أو إلى غيرها هذا استعجال هذا استعجال في متابعة المرصد النبوي المرصد النبوي لا يتكلم عن الأفراد ولا يتكلم عن الزمان لأن الزمان أمر مربوط بالحق سبحانه وتعالى سواء كان في الساعة أو في علاماتها لا تأتيكم إلا بغتها لكن لها دلالات لها علامات والتقريب دائما أشبه ما يكون بالوضع الأقرب إلى هذا الأمر الأقرب إلى هذا الحال الأقرب إلى هذا الصفة عندما نتابع هذا في النص النبوي كما قلنا من خلال هذا المدلول نشعر أن النبي قد رصد الأحداث من خلال ما تلفظ به في هذا العلم الخاص الذي قال فيه حديث بن اليمان كان الناس يسألونه عن الخير الخير الإسلام والإيمان والإحسان وكنت أسأله عن الشر الشر المتغيرات والعلامات التي فيها النفاق والتي فيها الفسقة والتي فيها الإرجاف والتي فيها كل سلبية تصيب أمة محمد أو حتى تقع في هذا العالم فهو يتكلم عن هذا الجانب هذا الجانب أشبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمه الصحابة وحين قد يهب رسول الله بنفسه فيقوم يوم من الأيام قام بعد صلاة الفجر وتكلم حتى أذن الظهر وهو يتكلم في العلامات لا في الإسلام لا في الإيمان لا في الإحسان كان يتكلم في موضوع المتغيرات في الشعوب ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلّى بهم صلاة الظهر ثم صعيد المنبر واستمر يتكلم حتى أذن العصر ثم صلّى بهم العصر ثم نزل ثم استمر يتحدث صلى الله عليه وسلم حتى أذن المغرب فصلى بهم المغرب وانصرف صلى الله عليه وسلم فجمع منذ الصباح إلى المسى ما يدور في هذا العالم وفي هذا الحياة بعمومها حتى يقول الراوي حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسي ما من أمر في الحياة أو ما في معناه أو حتى طائر يطير إلا أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذن سيكون هذا موضوع حلقاتنا القادمة ونحن نتناول المرصد النبوي وكما عبرتم سيدي في بعض المقالات أن المرصد النبوي ووظيفة ودور الشكر لكم سيدي المفكر الإسلامي والداعية الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور أحبتي كانت هذه حلقتنا الأولى من برنامج المرصد النبوي نتواصل على الخير دائما هذا محبكم في الله عون معين القدومي من جوار مكة والمدينة يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة